بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري صلاة في ليلة الجمعة تقضي لك سبعين حاجة وإن كنت عاقل لوالديك ووالدك قد توفيا انتقلا إلى رحمة الله عز وجل يرضيان عنك ويغفر الله سبحانه وتعالى لك عقوق الوالدين وإن كنت عاقل لهما الآن الله سبحانه وتعالى يصلح شأنك ويصلحه مالك رجان استمع رجان استمعي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قال من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرق بينهما أي بمعنى لا تصلي كالركعتين على حدة لا لا كصلاة الظهر أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة سورة الجمعة مرة والمعوذتين عشر مرات وقل هو الله أحد عشر مرات وآية الكرسي وقل يا أيها الكافرون مرة مرة يعني آية الكرسي مرة قل يا أيها الكافرون مرة ويستغفر الله في كل ركعة سبعين مرة استغفر الله ويصلي على النبي وآله سبعين مرة ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرة هذا في كل ركعة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقضى الله تعالى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا وسبعين حاجة من حوائج الآخرة وكتب له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة وأعطي جميع ما يريد وإن كان عاقل لوالديه غفر له وأعطي له كل ما يريد كل فيما ببالك يتحقق وأعطي بفضل هذه الصلاة جميع ما تريد فثق بالله وتوكل على الله برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر